الناس كلها بتتكلم عن love art أو AI agent مخصص للمصممين بيقولوا عليه ممكن يكون بديل للفوتوشوب بيشتغل مع كل حاجة مع شاجي بيتي مع كليب مع دال إي بيعمل كل حاجة حرفية من أول البوسترات لحد 3D models بس هل هو فعلا ممكن أنه هو يحل محل الفوتوشوب مثلا المصمم بيعتمد عليه في شغله النهاردة هنشوف مع بعض بشكل عملي بنسبة لي التسجيل داخل love art لو أنت ما عندكش كود ففي الحالة دي بتبتدي تعمل join wait list وبتنتظر لحد ما يعملك access عليه ولو حد عنده دعوة أو كود دعوة يقدر أنه هو يشاركه معك وحواريك إزاي ممكن أنت تشارك كود الدعوة لو أنت ليك access على love art دلوقتي أنا حبتدي أعمل sign up داخل love art بجوجل أكاونت وده اللي أنا سجلت بيه في ال wait list ولو ورحت على invitation codes هتلاقي فيه codes زي ما أنتو شايفين الأخضر دول أنا ما استخدمتهمش لحد تلوقتي لو عايزين تاخدوهم خدوهم وخشوا بهذه الأكواد زي ما أنتو عايزين يعني يعني وقفوا كده الشاشة وخدوهم واستخدموهم بقى اللي حياخد الأول الكودس يعني ايه هو اللي حيستفيد بيه بقى نشوف مع بعض النهاردة شرح لموقع love art بعد ما دخلنا وعملنا sign up داخل love art حبتدي أجرب أول حاجة معي هنا حبتدي أدخل أي متطلبات للتصميم هنا أنا رحت جبت الأمر ده من شاجبيتي قلت له أديني أمر علشان أصمم بيه صورة مصغرة لفيديو يوتيوب يتكلم عن love art وهنا هو أعطاني كتابة باللغة العربية ممكن تتحط على الصورة المصغرة هل بيدعم اللغة العربية ولا لا؟ ده اللي حنشوفه دلوقتي مع بعض هبتدي أن أنا أدوس انتر وفيه إمكانية أن أنت تعمل انترنت سيرش تفعل انترنت براحتك جداً يعني لو حبب أن أنت تفعل انترنت وفيه إمكانية كمان أن أنت ترفع صورة كريفرانس أو صورة عايز تعدل عليها أو مثلاً صورتك وعايز تحطها في التصميم نفسه أو صور معينة تانية مش لازم صورتك هبتدي أدوس انتر هنا طبعاً يعني بجربه معيكم من هذا الأكاونت فعطيني يعني welcome بيرحب بيه على love art وبيقولي لو حابة تشوفي التوتوريال هنا بيقولي let me think about it بيبتدي أنه هو يفكر في thinking model في الموضوع I'll help you create a dramatic YouTube thumbnail هنا بيبتدي design direction بيبتدي يعمل summarizing أنا شايفة كمانه يعني إيه بيبتدي يحط أفكاره باللغة العربية زي ما احنا شايفين هنا بيقولي بقى request هنا يعني مستنيني أجاوب له على زي الأسئلة أي اتجاه تصميمي تفضل لصورة اليوتيوب أنا مش هصمم لك أي حاجة وخلاص لازم أنت تقولي هل أنت عايز مثلاً أسلوب سايبر بانك لازم عشان كده لازم تكون أنت عارف هو بيتعامل مع المصمم فالمفترض أنه المصمم فاهم اللي style Z وإحنا بل كده اتكلمنا عن ال style Z وشرحناها أيضاً وهنا بيقولك لو أنت عايز أسلوب سايبر بانك مثلاً الخلفية منقسمة بزاوية 45 مع شعار love art تأثيرات بيانات تاني حاجة هنا مع تأثيرات بيانات متضفقة أسلوب واجهة دكنة هنا بيقولي love art is waiting for your response ممكن أقوله تمام يس مثلاً لو عايز تعدل حاجة تانية أنا حامش بس معالي الآخر عشان أشوف حيعمل إيه في كذا تصميم هو عطيهولي طبعاً أنا زي ما أنتوا شايفين اللغة العربية عنده مش قد كده خالص فعلاً مكتوبة غلط فنصيحة ما تستخدموش في الكتابة باللغة العربية بس هو هنا يعني بيديني أفكار نفترض مثلاً لو تصميم زي ده هو هنا بيجنريت البوستر لو أنا يعني خلاص تمام أنا ده يعني add to chat ده اللي هشتغل عليه دلوقتي وحقول له مثلاً remove the text in the poster شلي التكست خالص عطهولي من غير تكست زي ما احنا شايفين وده البوستر وده البوستر ممكن هنا تغير اللي ستايل لو حبيت ممكن هنا مثلاً ممكن أخليه ستايل زي ده واشوف كده هيديني ايه هنا غير لي الستايل انا شايفة مثلاً البوستر ده أفضل حاجة يعني كويس لذيز مش بطال تعالى بقى نجربه في حاجة تانية وابتدي هنا أقول له قم بإعطائي استكارات مختلفة للصورة المرفوعة بوجوه تعبيرية مختلفة فهنا مثلاً ممكن أبتدي أرفع صورة ودوس انتر أنا أول ما دخلت أعطاني 1600 نقطة فاضل منهم 1111 واضح إنهما بيستهلك كتير برضو استهلكت 25% حتى الآن أنا عملتش أي حاجة يعني أنا بوستر عملته ودلوقتي حالياً أنا شغالة على صورة رفعتها عشاني ديني ستيكرز بتعبيرات مختلفة لوش الشخص طبعاً تقدر ترفع انت بقى صورتك وتعمل تعبيرات مختلفة دي حاجة راجعي لك بصوا بقى الجمال في الإنتاج يعني بصوا الصورة هنا الشخص حزين هنا غطبان هنا مثلاً في مفاجأة في الموضوع الحاجات دي بتنفع جداً في الصور المصغرة بتاعت اليوتيوب لما تكون مثلاً عايز تعمل نفسك متفاجئ مخدود غطبان بتفكر تعبيرات ممكن حاجة زي كده تنفعك بشكل كبير جداً زي ما قلتلك ده بالنسبة لي وهنا طبعاً تقدر ان انت تروح تعمل Edit على الصورة تقرر الصورة ويعمل مثلاً Edit على هذه الصورة هو استخدم إيه؟ هو استخدم Flux Context يعني من النماذج القوية جداً اهو Sticker سعيد Sticker حزين Sticker غاضب Sticker متفاجئ Sticker متحمس وانت حابب تعمل Remove the background وتعمل Edit من هنا تتكلم معي ممكن تغير الStyle بتاع الصورة من خلال تغيير الStyle بتاع الصورة نفسها هرجع بقى مرة تانية وابتدي المرة دي أختار Video Generator وهو في Video Generator و Image Generator وتعمل Import للصور أنا هنا هبتدي أختار Video Generator وحدوس هنا على مكان الفيديو هبتدي أعمل Expand هدوس على الجزء ده هنا بيستخدم Clink 1.6 model هنا بتقول انت عايز إيه في الصورة ممكن ترفع مجموعة من الصور هبتدي أرفع التعبير المختلفة للإستكارات اللي أنا استخدمتها هدي أول صورة مسموح لي بأربع صور هنا الStyle هياخد 36 نقطة هاي هياخد 72 نقطة هنا لازم أوصف The man is sad and suddenly he وفجأة بقى مزهول أو متفاجئ هبتدي أعمل Generate طبعا هو بياخد وقت أعتقد لأننا استنيت حبة حلوين كده فممكن نروح نبص على حاجة تانية لحد ما يتم إنشاء الفيديو بتاعنا هنا ممكن نبص على Image Generation في الموديلز الموجودة Shad GPT موجود في إنتاج الصورة في هذه الحالة وهنا أعتقد أن انت بتختار في إمكانية أن نختار الموديل آه في إمكانية أن نختار الموديل هنا بيقولك Shad GPT و Flux فممكن تختار ما بين اللي اتنين دول ممكن نختار مثلا Flux وهنا تختار الStyle اللي انت عايزه الإلستريشن مثلا وهنا بتوصف الصورة بتاعتك ممكن تقول A white kitten is drinking a juice في image to image وفي image reference وcolor palette اختيار الألوان كمان ممكن نختار الألوان اختار من مجموعة من الألوان وهنا حبتدي أن أقول له generate وطبعا تختار ال aspect ratio برضو حينتج لي أربع صور لسه الفيديو أنا في نفس الwork space خد بالك أنا ما عملتش new project أنا في نفس الwork space لأن أنا بجرب فهنا ده الفيديو لسه ما تمش إنتاج واعتقد أن الصور حيتم إنتاجها قبل الفيديو دول الأربع صور اللي تم إنتاجهم أنت مثلا سيستقررت على صورة زي دي تبتدي أن أنت تضفها لي الشات هبتدي أعمل بس من ما عايز هنا هبتدي أقف على الصورة دي كده وابتدي أن أنا أعملها add to chat وممكن أن أنا أبتدي أن أنا أعدل عليها والهدف هنا مش أن ده image generator أو فيديو generator أن أنت تستغل الموضوعات في التصميم يعني الصورة دي أنت ممكن تحطها في تصميم أو تصمم على أساسها مثلا بالنسبة للفيديو الفيديو والله تم إنشاؤه يعني زي ما إحنا شايفين ده الفيديو طبعا لما هتعمله download هينزل بأبعاد الفيديو هنشوفه دلوقتي مع بعض كfull screen هيظهر معاينة دلوقتي وطبعا هو تم إنتاجه بناءا على الصور اللي أنا رفعتها لو مش عايز ترفع multi images لو عايز تعمل start frame و end frame ده شيء طبعا رجع لك ولكن إحنا كنا بنجرب برضو هذه الميزة الموجودة داخل love art بشكل عام دي حاجات كده سريعة كنت بشاركها معاكم ممكن تستكشف أكتر داخل الموقع أتمنى تكون استفدت من اللمحة السريعة اللي اتكلمنا فيها عن هذا الموقع اللي ممكن يساعد المصممين بشكل كبير أو يساعد منشئ المحتوى من وجهة نظري على إنشاء بسترات أو استيكارات أو حتى فيديوهات أو صور أشوفكم فيديو قادم بإذن اللي تعالى على قناة كل يوم موقع جديد بحاول أقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت ما تنسوش تدعموني باللايك و share و comment لو كنتم من متابعين الأعزاء ولو كنتم بتشوفنا أول مرة ننساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة